بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عنوان درسنا لهذا اليوم المنقطع ونبدأ بتعريفه لغة هو اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال أما اصطلاحا فقالوا في تعريفه ما لم يتصل اسناده على أي وجه كان انقطاعه ما لم يتصل اسناده على أي وجه كان انقطاعه نشرح هذا التعريف بإذن الله تعالى يعني أن كل اسناد أن كل اسناد انقطع من أي مكان كان سواء كان الانقطاع من أول الاسناد أو من آخره أو من وسطه فعلى هذا التعريف يدخل فيه المرسل والمعلق والمعضل لأن هذه الأنواع الثلاثة كلها فيها انقطاع لكن علماء المصطلح المتأخرين خص المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل إنه أي انقطاع كان في أي مكان في السند لكنه ليس بمرسل أو لكنه ليس بمعلق أو ليس بمعضل وكذلك كان استعمال العلماء المتقدمين في الغالب لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كرواية مالك عن ابن عمر المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث قالوا في تعريفه هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل الذي لم يتصل إسناده هو الحديث الذي لم يتصل إسناده لكنه ليس بمرسل وليس بمعلق وليس بمعضل فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع وهي حذف أول الإسناد وهي المعلق أو حذف آخره وهي المرسل أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان وهو المعضل وهذا التعريف هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة وشرحها ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد وقد يكون في أكثر من مكان مثال على الحديث المنقطع ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين فهذا الإسناد سقط منه رجل من وسطه وهو شريك سقط من بين الثوري وأبي إسحاق هذا مكانه إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة وإنما سمعه من شريك وشريك سمعه من أبي إسحاق وهذا الانقطاع أيضا لا ينطبق عليه اسم المرسل لأن الحذف ليس في آخره ولا المعلق لأن الحذف ليس في البداية ولا المعضل لأنه لم يسقط منه إثنان متواليان حكم المنقطع المنقطع أيضا هو ضعيف باتفاق العلماء وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف وأيضا لعدم تحقق شرط اتصال السند هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم